سهلاً الخير وأهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية في السادسة والكلام النهاردة الحقيقة على مجموعة مطشاط في دوري أبطال أوروبا والدوري أبطال أوروبا وعدد كبير جداً من أندييته الحقيقة بقى لها قاعدة مهرية كبيرة جداً في مصر الحقيقة يمكن زيان بقول لحضراتكم أنا تقريباً من مدرسة أنه لما يبقى فيه مطش كورة يبقى فيه حالة صراع يعني حتى كنت بشجع فريق من اللي بيلعب أو ما كنتش بشجع لكن أتكلم على مطعة المشجع في الكورة أن يشوف مطش صخر يشوف هجمة هنا وهجمة هناك يشوف حالة صراع لغاية الدقيقة 90 حالة الصراع دي مش بالضرورة يفرها أسماء كبيرة جداً يعني أنا في أوقات كتير جداً بشوف مطشاط لفرق مغمورة فرق ما حدش تسمع أنا حاجة بسبب فيها كورة حلوة جداً بيقى فيها حالة ندية وحالة صراع طول الوقت تحس أنك أنت موجود جول ملعب مع اللعيبة تحس أنك أنت بتجري في كل سبرينت وبتعمل تراي على كل كورة يعني بتحس أنك عايش جو الكورة فعلاً وده الحقيقة النهاردة بيحصل في دوري أبطال أوروبا إذا كنت من عشاء الفرق الجماهيرية يعني أنت بتحب بس أن تتفرج على البرسة أين كان البرسة بيلعب مين أو كنت تحب تفرج على اليوفي أين كان اليوفي بيلعب مين فالأتنين النهاردة عندهم مطشاط بس مطشاط خفيفة مطشاط مش من العيارة تسيئلة زي ما بيقولوا اليوفي هيلاعب دينامو كيف النهاردة دينامو كيف والبرسة هيلاعب فرينك كيفا طبعاً زي ما قلتوا حالكم فيه عندنا نجوم من عائلة تقيل في البرسة واليوفي لكن على ناحية تانية مش هتشوفوا يعني ما أعتقدش أنه ممكن تشوفوا ندية قوي أو حالة الصراع اللي كنت بتكلم عنها في المطشاط دي لكن لو بتفرج على ندية وتفرج على صراع وتفرج على دوافع وتفرج على كرة حلوة نرشح لحضراتكم مطش من ثلاثة النهاردة بي أش جي وصيف دوري أبطال أوروبا هيقابل من يونيتد واحد من عملقة أوروبا فيما مضى وكان الحقيقة فترة من الفترات الجيل الزهبي بول سكولز، راين جيجز، فردنند، دوايت يورك وغيرهم وطبعاً فاندر سار كان المان يونيتد في الفترة دي بوع بوع كان مرعب كل فرق أوروبا وقدر يفوز صبعاً بدوري الأبطال النهاردة المان يونيتد في ثوبه الجديد زي ما بيقولوا يعني يبدو أنه اليونيتد السنة دي ناوي يرجع هيقابل بي أش جي في واحدة من مواجهات العيار التقيل في دوري أبطال أوروبا عندنا كمان مواجهة متوقعة يكون فيها كرة قوية جداً ليه؟ لأنه الفرقتين دول رغم أنهما مش فرق بطولات يعني ما تشوفهمش دايماً رفعين بطولة دوري رفعين بطولة كاس واخدين دوري أبطال أوروبا لكن فرق قوية وبتقدم دايماً كرة حلوة ودايماً تلاقي في صفوفهم نجوم عندنا مواجهة بين دورتموند ولاتسيو الإيطالي دورتموند الألماني بروسيا دورتموند الألماني ولاتسيو الإيطالي وعندنا مواجهة كمان تشالسي وسيبيا أو تشالسي وإشبيلية الأسباني ودول برضو من الفرق اللي أتوقع أو المباريات اللي أتوقع إن شاء الله أن نشوف فيها كرة حلوة زي ما قلت لحضراتكم واحدة من النقطة الإيجابية لفكرة تلاحم المواسم أننا ما نشبعش كرة والكرة مستمرة دايماً عندنا موسم كتير جداً سواء بطولات محلية بقاليها جمهور في مصر زي الدوري الإنجليزي وزي الدوري الأسباني وزي الدوري الإيطالي بدأوا بالفعل عندنا تشامبيونز ليج كمان واحدة من أهم بطولات إن لم تكن أهم وأقوى بطولة كرة قدم على وجه الكوكب كله بدأت بالفعل وأتمنى إن شاء الله أنكم تستمتعوا باللقاءات دي ترجمة نانسي قنقر